السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صحفق نعمة فعلا الصحة نعمة الصحة تاج على رؤوس المرضى على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى كل واحد ربنا كرمه بالصحة يقول الحمد لله على اللي هو فيه وأي حد ربنا بتلاب مرض ربنا جعل الداء والدواء جعل الناس تتداوى عشان الأمراض اللي بتتفشى فينا نعرف نكتشف لها بعض الأدوية وبعض العقاقير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا اللي احنا بيشفينا بعد هذه الأمراض أعزائي المشاهدين بيشرفني يكون معي في هذه الحلقة دكتور لقمان الحكيم دكتور الكاميرا العضوية قسم الأدوية الطبيعية وخبير الأعشاب والتركيبات الطبية أهلا بك يا دكتور أهلا وسألوا حضرتك دكتور الصحة نعمة من عند ربنا كبيرة جدا ولا الله سبحانه وتعالى بيبتلي عباده بالأمراض عشان الأطباء يكتشفوا ويبحثوا في الأدوية اللي ممكن تساعد في شفاء هذه الأمراض طبعا بنلاقي في عصرنا الحديث أمراض كتيرة جدا أمراض خطيرة جدا أنواع من الأمراض كتير قوي ولكن من بعض الأمراض اللي هي انتشرت على الساحة قوي بنلاقي مرض الغدة الدرقية الغدة الدرقية بقت منتشرة جدا على الساحة بنلاقي أن الصغير والكبير بيصاب بالغدة الدرقية الأنثى والرجل بيصاب بالغدة الدرقية فبقت الغدة الدرقية حديث كثير جدا من الناس طيب وبنسمع كمان الحاجة عن الغدة الدرقية يقولك الغدة خملة الغدة نشطة يريد تقولي نفذ عن الغدة الدرقية وعشان نوصل من خلال هذا المرض وهذه الغدة الدرقية نوصل للبحث وللدواء اللي حضرتك مع فريق البحث بتاعك فدلتوا عكفين عليه عشان تشوفوا دواء لعلاج الغدة الدرقية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدة الدرقية حالها حال أي غدة في الجسم فهي من الغدة المهمة في جسم الإنسان إذا ما خملت تؤدي بأمراض خطيرة وإذا ما نشطت كذلك أيضا تؤدي إلى أمراض خطيرة فالغدة الدرقية لا تقل أهمية عن بقية الغدة في جسم الإنسان ولكن لها الأذمية الكبرى لأنها ممكن تحول الإنسان كما قلنا سابقا ممكن تحول الإنسان إلى تعاسه إلى حياة الإنسان إلى تعاسه وممكن تجعله يعيش صحيحا معافا فالغدة الدرقية لها دور كبير في جسم الإنسان إذا ما زاد هرمون الغدة الدرقية الثيروكسين إذا ما ارتفع ونشط ممكن يؤدي ذلك إلى نحول الجسم إلى نحافة الجسم إلى ضعف العضلات إلى ضعف الأعصاب إلى تدهور الصحة العامة إلى سقوط الشعر وإلى ما لا يحمد عقباه أما إذا ما كسلت الخف أنتاج الهرمون يزيد من حجم الجسم تحدث مشاكل في جسم الإنسان يقل عندك الاستقلاب تجد نفسك أيضا على غير ما يرام فالغدة الدرقية لها من الخطورة ما لها ولابد من الاهتمام الخاص والكبير بهذه الغدة التي هي تقريبا تكون هنا تسمى الفراشة لأنها واخذ هذا الشكل أمام الراقبها فالغدة الدرقية أخي الكريم مشكلتها كبيرة جدا فلذلك لا نريد أن نخوض فيها الخياض العلمي الكبير لأن الكبير والصغير كله الآن مثقف بسبب الانترنيت وبسبب ما يسمعونه الناس من الأطباء ومن الأقوال الكثيرة ومن المقولات فبالنسبة لأمراض الغدة الدرقية نقرد زر تعرف ما هي أمراض الغدة الدرقية وما التي تسببه من مخاطر على جسم الإنسان هذه الغدة ولكن نحن في صدد علاج هذه الغدة إذا ما مرضت إن كان هذا المرض كسل الغدة الدرقية أو نشاط الغدة الدرقية أو سرطان الغدة الدرقية ولربما تصاب أيضا بورم حميد يعني ورم حميد ورم غير حميد وهكذا أمراضها كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى الشرع طيب دكتور حروح معك لنقطة مهمة جدا والمريض لما بيروح للدكتور الجراح بيقوله نشير الغدة الدرقية يعني أسهل حاجة على الجراح إنه هو يشير الغدة الدرقية ويقوله في فص في الغدة الدرقية معين حنشيره أيام يشير الغدة الدرقية كاملة إما بيشير فص من فصوص الغدة الدرقية إمتى نلقى للجراحة وإمتى نلقى للعلاج نعم طبعا رأي الطبيب مهم في هذه المسألة لأن الطبيب ينظر عن قرب وعن فحص بكثب فعندما يقول الطبيب نستأصل جزء من الغدة الدرقية أو نستأصل الغدة الدرقية فلابد أن نظرة هذا الطبيب وصلت إلى أنه لا ممكن أن تكون أيوة خلاص انتهت الغدة الدرقية ما عادش فيها فائدة ولكن أنا أنصح بدوري أيضا كمنتج لبعض العلاجات الطبية وكمساهم في علاج الغدة الدرقية ولله الحمد أنصح أن لا ترفع هذه الغدة المهمة في جسم الإنسان إلا بحالة أن تكون الغدة قد توقفت تماما ولا يعني نقول لا فائدة فيها لا مرتجى في علاجها خلاص الطبيب يؤكد أنها خلاص توقفت تماما مية في المية انتهت عندئذ لا حاجة لنا فيها نستأصلها ولكن إذا ما مرضت الغدة الدرقية من حيث النشاط أو من حيث الكسل فعلاجه لله الحمد أنتج وموجود ونتائجه عجيبة وفريدة ومن العلاجات التي أعتقد أن تكون من الإعجازيات في العالم لأنها في ثلاثة أشهر وهذا نادر طبعا أن الغدة الدرقية تعالج في ثلاثة أشهر من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر إذا كانت الغدة في بدايتها أو في منتصف مرضها نقول بإذن الله تعالى من ثلاثة أشهر وهذا الغالب عند الناس يعالجون بفضل الله في ثلاثة أشهر وممكن يمتد الأمر إلى ستة أشهر في حالة تدهور الغدة الدرقية تدهور كبير والعلاج فعال جدا بفضل الله سبحانه وتعالى يعيد حركة الغدة الدرقية ويعدل إنتاج الهرمون لا إلى زيادة ولا إلى نقصة حضرتك هتكلمني دي من زف بوشرة بقى للسادة المشاهدين عن المنتج اللي هو خاص بالغدة الدرقية هتكلمني عن المنتج الغدة الدرقية وتقول لي المنتج بيعمل إيه للغدة الدرقية وبيساعد إزاي في شفاء الغدة الدرقية؟ ما هو لحضرتك نحن قلنا أن الغدة الدرقية أمراضها كثيرة أنا لا أتكلم في هذه الحالة عن الأورام السرطانية أو الأورام الحميدة المتقدمة أنا أتكلم عن نقص هرمون الغدة الدرقية من غير سرطان وعن زيادة نشاط هرمون الغدة الدرقية أيضا من غير سرطان أما السرطانات لها أمور أخرى ولها إلاجات أخرى وأنتجناها ولله الحمد ولها فعالية كبيرة وشفاءات تامة ولكن في مرحلة الضعف والنشاط الخمول والنشاط يكون معنا المنتج بتاعنا؟ درقية بلس أيها نحن حتى نسميها وداعا الغدة الدرقية فهي طبعا وداعا أمراض الغدة الدرقية حقيقة الأمر أن هذه الخلاصات تكونت من خلاصات زيتية ومن خلاصات عشبية كلاهما كلا الزجاجتين من منتج طبيعي آمن ليس فيه حتى في زراعة الأعشاب مواد كيميائية يعني نراعي أن يكون العشب المحضر منه طبيعي 100% ولله الحمد لم تدخل في زراعته أي منشطات أو أي عناصر كيميائية بفضل الله سبحانه وتعالى استخلاصات زيتية واستخلاصات مائية ليس فيها ضرر على وجه الإطلاق على أي جهاز من أجهزة الجسم بل العكس تنشط كثير من أجهزة الجسم يعني هذه المنتجات تنشط كثير من أجهزة الجسم ولله الحمد ولكن بعض الأحيان يعجز الإنسان أو عنده مرض الغدة الدرقية بسيط جدا أنا أنصح طبعا بدوري أتكلم في هذا الموضوع أقول لا بأس من المجربين الذين تجربوا لأن بعض الأسئلة تأتينا تقول لك وهل القسط الهندي ينفع لمرض الغدة الدرقية؟ أقول نعم القسط الهندي إذا ما أخذ ثلاث مرات في اليوم ملعقة صغيرة على ملعقة عسل وتأكل نعم ينفع الغدة الدرقية ولكن لا ينفع الغدة الدرقية على وجه الإطلاق وعلى يعني لا يقدم الشفاء التام إلا إذا ما أزمن أخذه يعني يحتاج إلى ستة أشهر تسعة أشهر سنة حسب المرض ممكن يؤدي بارتياح الغدة الدرقية وليس الشفاء التام من الغدة الدرقية أعضب أعشاب الأخرى كذلك تؤدي بنتيجة طيبة وخاصة أنا خلقة ذات مرة ذكرتها على الشاشة أيضا قلت من كان مصاب بالغدة الدرقية ولا يريد أن يأخذ لا علاج طبيب ولا يريد أن يأخذ أعشاب ماذا يصنع؟ يأتي بالبذر الكتان يطحن بذر الكتان ويعجنه يعني المذر الكتان بماء الجرجير يضع هذه اللبخة على مقدمة الرقبة من الأمام لمدة نصف ساعة يأحب دل أو صباحا ومساء أو مرة واحدة على الأقل هذا ما أيضا يريح الغدة الدرقية بإذن الله تعالى وكسلها طب هنطلع فاصل ونرجع لحضرات الأطول فاصل أعزائي المشاهدين ونعود عليكم بعد قليل ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وبرنامج صحتك نعمة مع دكتور لقمان الحكيم دكتور الكاميرا العضوية وخبير الأعشاب والتركيبات الطبية أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا دكتور إحنا بنتكلم عن الغدة الدرقية وقلنا أن الدواء اللي معنا ده دواء بيساعد في شفاء الغدة الدرقية وحضرتك بينت قبل الفاصل أن الدواء دواء المنتج بتاع حضرتك بيساعد في زبط الهرمونات بتاعة الغدة الدرقية لو كانت غدة خملة أو غدة نشطة فاسمه وداعا وداع للغدة الدرقية وداع للغدة الدرقية وش هتكون عند الغدة الدرقية بعد اليوم هنشيلها خاص هنروح لحضرتك بقى في حاجة مهمة جدا وبرضو حاجة منتشرة جدا في عصرنا هذا وهي قصاد البدانة بنلاقي النحافة النحافة شيء مهم جدا بنات كتيرة جدا وشباب كتيرة جدا تقولك أنا باكل كتير وبرضو نحيفة أنا عاوزة أدخن عاوزة جسمي يملى عايزة بقى زي صحبتي عايزة بقى زي جارتي عايزة بقى جسمي مليان أنا باعد أكل كتير قوي وما بيبانش علي طب أعمل إيه أروح دكاترة ولا أروح لوصفات ولا أروح جم ولا أروح أعمل إيه بتبقى البنت محتارة أو الولد محتار وخاصة في فترة الشباب بيبقى لسه طالع أو لسه طالع وعايزة تبقى جسمها كويس جدا وهو عايز جسمه كويس جدا الشباب بيروحوا جم عشان يبنوا bodybuilding والبنات بتقولك لا أنا عايزة أكل كويس عشان جسمي يبقى كويس طيب إحنا النهاردة عندنا مشكلة مشكلة النحافة هل حضرتك في أبحاثك بحثت لهذه المشكلة وقمت بإنتاج منتج للنحافة دي عشان الناس دي كلها تقدر لها تحس إن هي بعد كده مش هتبقى نحيفة وجسمها يبقى مزبوطة طبعا بالنسبة للنحافة كما قلت قبل الفاصل لربما تكون بسبب أيضا فرض نشاط الغدى الدرقية لربما تكون تعاني المريضة أو يعاني المريض من نشاط الغدى الدرقية لربما يعاني من مرض السكري فلابد من الفحص أنا أتكلم عن النحافة العامة وليس النحافة الخاصة النحافة المرضية أما إذا كانت نحافة مرضية فلابد من زيارة الطبيب ولابد أيضا من أخذ العلاج اللازم حتى نتخلص من أصل المرض الذي سبب هذه النحافة أما النحافة العامة التي ليس لها سبب مرضي فأقول وبالله التوفيق أن هذا العلاج اللي هو النحافة بلص كما سميناه ولله الحمد له أيضا فائدة كبيرة في إعادة ملأ فراغات الجسم كيف ملأة فراغات الجسم؟ هو الجسم في فراغات؟ طيب لربما تكون هذه المنطقة ليس فيها العظام بائنة تكون هذه المنطقة كذلك نحيفة تكون الخواصر أيضا نحيفة أنا لا أنصح طبعا بالسمنة السمنة أيضا من التسبب أمراض فيما بعد خطيرة جدا مرض السكر ومرض الضغط أنا لا أنصح بزيادة الوزن الفوضوي ولكن إذا كان الوزن أقل من الطبيعي لابد من اتخاذ القرار اللازم لإعطاء الجسم شكله المتناسق والمناسب من غير إفراط ولا تفريط فالنحافة بلص ولله الحمد مع الاستمرارية يعني إذا أفرط الإنسان بيأخذ هذا العلاج يأخذ ثلاثة أو ربع مرات في اليوم وزنه يزيد بسرعة وطبعا هذا لا يحبد ولكن يأخذ ثلاث مرات في اليوم ويستمر أكثر فترة ممكنة ممكن شهر ممكن شهرين حسب ما يريد أن يزيد وزنه بين بعد أيها الدكتور باقي يعني يبتدي يحس بمفعول الدوام عادي هو ممكن 15 يوم 20 يوم يبدي يلاحظ على جسمه أول طبعا ما تبدأ الوجنتين بالتوريد أول ما تورد الوجنتين يبان عليها ثم فيما بعد الجسم يبدأ يملأ بالتناسق لأن العلاج مدروس وفيه أيضا يعني أنا أقول ليس فيه ذكاء خارق ولكن في بعض الخصائص العشبية التي تضع الجسم متناسق يعني ترمي الجسم كله يكون منزل واحد لا تكبر البطن أو تكبر الأرداف أو يكبر الصدر بفوضوية لا كما يزيد أي إنسان عندما يكون في صحة طيبة كل جسم تجده متناسق وعبارة عن نسقة واحدة وليس فيه ترهلات من الخلف ولا من الأمام وهذا العلاج بفضل الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك ولقد جربناه مراراً كثيراً وأتى بنتائج لا بأس بها وطيبة جداً تمام دكتور يعني الدواء النحاف بيساعد على فتح الشهية يعني بيساعدني أن أنا أكل ولا هو المنتج نفسه في مواد فعالة بتساعد على زيادة الجسم هو ممكن يفتح الشهية بعض الشيء ولكن المنتج نفسه كما ذكرت حضرتك المنتج نفسه هو فيه خصائص أنه يزيد من كتلة اللحم ويزيد من كتلة الدهون ليس الدهون الضارة كدهون الكوليسترول ودهون الثلاثية لا بالعكس له تأثير إيجابي على إزالة الكوليسترول للدهون الثلاثية ولكن أيضاً له تأثير إيجابي على زيادة كتلة اللحم في الجسم ولا يجعل اللحم متراهلاً يعني بعض الأحيان تكون السمنة كلها شحوم دهون فتجد الإنسان متراهناً ذا بطنة يعني البطن أكبر الأرداف أكبر لا هذا ولله الحمد يعطي الجسم تناسق وخاصة كما قلت في بداية الأمر الوجنتين ما كان يعاني أيضاً من نحافة الوجنتين أو من نحافة الخدين ستجده بإذن الله تعالى يعطي لهذه المنطقة جمالية خاصة كما جربناه بإذن الله سبحانه طبعاً احنا من زف البشرة دي لجميع البنات وجميع الشباب البنات خاصة النحيفة معاك نحافة بلس خدي نحافة بلس إن شاء الله بعد مدة قليلة قوي هتبص لأي نفسك زي ما قال الدكتور والوجنتين زادوا ووشك ورد فخليكي مع النحافة بلس بس لازم الاستمرار الخمستاشر يوم مش هتكفي عشر يوم مش هتكفي لا بد من الاستمرارية يعني ممكن يزيد على الشهر والشهرين تمام حتى يمكن صادقين يعني تمام أصبب يبلك خمستاشر يوم وما زدتش لا أكملي بقى الكورس كله دكتور حروح معك في عجالة اللي حاجة مهمة جدا نحن في فاصل الشتاء البرد وأول حاجة بتأثر علينا في فاصل الشتاء والبرد المفاصل كبير صغير بيعاني من المفاصل وبيعاني من خشون أو بتظهر معاه في البرد بتظهر معاه وطلع السلم وهو نازم من السلم الخشونة مرض من أمراض العصر أحد أمراض العصر خشونة الرجبتين والمفاصل حضرتك في أبحاثك مع فريق العمل بتاعت عملته إيه على المفاصل في فاصل الشتاء خاصة في فاصل الشتاء تكلمني بقى عن المنتج اللي معانا جيكيور وتقول لي جيكيور بيعمل إيه المفاصل في فاصل الشتاء أنا لا أقول جيكيور يعمل إيه في فاصل الشتاء بصورة خاصة لأن المفاصل إذا ما حدثت تكون مزمن ولكن في الشتاء تكون أقوى وأشد خاصة الأمراض الصعبة الرموتويد وما شابه ذلك هذا العلاج أو هذا العقارة العشبي أو المنتج العشبي له خاصية إعادة بناء الكولاجين يعني فقدنا الزوجة فقدنا خيوط الكولاجين فقدنا نعومة الغضروف أو ملاسة الغضروف لأن الغضروف أملس ناعم مثل الزجاج فإذا ما أصيبه بخشونة أو الجسم من الخارج أو من الداخل من الأسفل أو من الأعلى يكون ذو ملمس خشن هنا تسمى عندك خشونة المفاصل ما يجعل فيما بعد في التقدم في السن أو تقدم المرض العظمتين يحقوا ودني بسبب الألم وهذا ما يسبب طبعا إلى تغيير مفصل فنحن لا نريد بالمريض أن يصل بنفسه إلى أن يغير مفصل عليه بأن يبادر بأخذ أي علاج إن كان علاج طبي إن كان علاج عشبي ولكن المبادرة السريعة في اتخاذ القرار حتى لا يتحول الموضوع إلى كارثة كبيرة ونصل بالمريض أو يصل بنفسه إلى تغيير مفصل هذا ولله الحمد له خاصية أيضا كبيرة في بناء الكولاجين في سحب الماء إلى داخل المفصل لأن أنت عندك بعض الأحيان المفصل يفقد الماء ما يكونش زلال في المفصل فإذا لم يكنش في زلال المفصل فإذا لم يكنش في زلال المفصل الطبيب يعمل لك يبيدين لك حقنة تليين المفصل فهذه الحقنة ممكن تصل إلى ستة شهور أو سنة ثم فيما بعد تأخذ حقنة أخرى وهكذا لحد بعد إذن لا ينفع أو لا تنفع الحقن وهذا فيه خاصية أيضا سحب الماء داخل المفصل وما يزيد من عدم تآكل المفصل أو زيادة خشونة المفصل وتبني الغضاريف أو الخيوط الكولاجين الموجودة داخل المفصل بإذن الله تبدأ بإعادة بنائها تدريجيا حتى نصل بالمريض بالفضل الله إلى شفاء تام وطبعا معه فيتامين جيكيور نعطي معه فيتامين والفيتامينات كلها طبيعية من منتجات الناحي وأيضا حديثا جعلنا معه كريم وهذا الكريم له خاصية للروموتويد بشكل كبير جدا الروموتويد من كان يعاني من الروموتويد ولا يستطيع النوم أو الخروج في البرد هذا يدفئ يعني له خاصية التدفئة كأنك أنت متغطي ببطانتين ثلاثة لما تدهن المفصل تحس أنك أنت جالس بجنب دفاية لأنه بيدي حرارة بسيطة للمفصل ما يساعد على تخفيف الألم بفضل الله سبحانه وتعالى وأيضا ما يساعد على بناء الغضاريف إذن المساهمة ستكون من الداخل في بناء الغضاريف ومن خارج كذلك تسكين وبناء الغضاريف هو ليس بالمسكن الشديد مثل بقية المسكنات لأنه ليس له تأثير تسكين شديد وإنما تسكين لطيف ولكن تأثيره علاجي أي تسكين لطيف تحس بالراحة تحس بالارتياح لا تحتاج فيما بعد استعماله بمدة شهر تقريبا إلى المسكنات لربما تلغي كل المسكنات لأنك لا تحتاجها بعد إذن ثم تعالج تدريجين حتى تصل بنفسك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الشفاء التام في حالة الاستمرار دكتور القراط بتاع جيكيور أدئيه طبعا هو من من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر والستة أشهر طبعا أفضل لأن البفاصل أنا لا أريد أن أجاز فيقول ثلاثة أشهر يبنى الغضروف بصراحة الموضوع صعب ولكن تنسى المسكنات لا تأخذ أي علاجات حتى تستطيع المشي لا بعد الشهر الأول أو الشهر النص لا تحتاج إلى علاج آخر تعمل على هذا العلاج حتى آخر الستة أشهر وبعض الأحيان إذا أكثر من ستة أشهر في حالة لا توجد غضروف أصلا تمام نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منتج رائع جدا له بفضل الله إيجابيات كبيرة وإن شاء الله سبحانه وتعالى نصل بالميض إلى ما يحبه الله أنا بشكر حضرتك وإن شاء الله ربنا يشفي كل المرضى ويشفي كل مرضى هنا إن شاء الله وشكرا لحضرتك وشكرا للمنتجات اللي حضرتك بيتسهم فيها إنتاجها لشفاء كثير من المرضى إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى بشكر حضرتك جدا وعلى أمل وعد يتجدد اللقاء في حلقة أخرى وحنتكلم عن مرض السرطان ولازم ده نفرد له حلقة مهمة جدا انت كلمتني قبل الحلقة قلت بقولك في بشرة بشرة في بشرة يا مرض السرطان عايزينها تبقى مفاجأة في حلقة الجيدة الله يا مرض السرطان لا تستأصل بس استنوا شوي طيب اصبروا شوي بفضل الله المنتج الجديد ان شاء الله سيغزو العالم كله منتج لا نظيرة له ولا مثيرة له ولم ينتجه أحد بفضل الله سبحانه وتعالى علاج شفعال قوي المفعول يعيد المريض والله أنا عندي مرضى ثمانين ألف دلاء لا وراء ثمانين ألف وصلت في خلال أربعة عشر يوم نزلت أو عشرين يوم نزلت من الثمانين ألف إلى ستين ألف وهكذا تتراجع نفرد لها حلقة إن شاء الله ولكن هي بشرة مجرد نزفها الجمهور شكرا حضرتك أجزاء المشاهدين في نهاية هذه الحلقة لأساني أن أتقدم بالشكر الدكتور لقمان الحكيم الدكتور الكاميرا العضوية وخبير الأعشاب على أمل ووعد أن يتجدد لقاء في برنامج صحتك نعمة كان معكم هاني الفرماوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته